كتابة الطبية التي تكتب داخل الإعيادة لعلاج كرحة المعدة روشيتا يا جماعة بتكون كالتالي لو احنا تذكرنا في البداية ما جئنا تكلمنا عن الأسباب قلنا سبب الرئيسي لكرحة المعدة هو زيادة إفراز الحمض المعدة فإننا عشان فيه زيادة في إفراز الحمض المعدة فأول دواء هنديه حاجة تقلل إفراز الحمض المعدة الحاجة التانية بنده دواء بيعمل على تبطين وحماية الجدار المعدة من الحمض المعدة نفسه إننا قلنا هو موجود بشكل مبالغ فيه فقد يتضر الجدار المعدة نفسه فإحنا بنتطر إن نحن نوك serves children بيعمل على تبطين جدار المعدة الحاجة الأخيرة بنظم مضادة حيا Microsoft للبكتيريا المسببة لكرحة المعدة لإفراز الحمض المعدة الحاجة التانية هنعمل على تبطين جدار المعدة من الحمض المعدة وحاجة التالتة نقgili منيندي مضادة حياおي قاتل للبكتيريا المسببة لكرحة المعدة يلا نشوف إزاي اول حاجة بنكتب القميز تابلت اربعين ميلي جرام ده بناخد قرص لمدة شهرين قبل وجبة الفتاش ده بيعمل على تقليل افراز حمض المعدة ده كده رقم واحد تاني حاجة هنكتبها معنا نعمل على تبطين جدار المعدة من الحمض المعدة تاني حاجة نكتب حاجة اسمها لابيكو جل تابلت لا ده مش تابلت ده الصص بنشم صص بنشم ده هناخده معلقة كبيرة ثلاث مرات يوميا بعد الاكل ده هيعمل لنا على تبطين الجدار المعدة لحماية الجدار المعدة تبطين الجدار المعدة وحمايته من الحمض المعدة ده كده رقم اتنين تالت حاجة هندي حاجة بتقتل البكتيريا المسببة لحمض اللي كرحة المعدة اللي هو مضاد حيوة زي المترو نيدا مترو نيدا نيدا جول ده تابلت ده هناخد منه قرص آآ تلات مرات يوميا لمدة اسبوعين ده كده بشكل رئيسي التلات حاجات اللي بتكتبوا في رشدة علاج كرحة المعدة والحمودة وارتجاع المريضة احنا كده زي ما احنا قلنا اول حاجة بندى حاجة تقلل لنا من افراز حمض المعدة زي القميز تاني حاجة بندى حاجة تبطن التحافظ على الجدار المعدة اللي هي الايب الكوجيل واخر حاجة بندى مضاد حاوي قاتل البكتيريا زي المترو ترجمة نانسي قنقر